النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان معتكف في المسجد فجاءته أم المؤمنين زوجة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنها تزوره فتحدث معها طويلا ثم أرادت أن تنصرف إلى منزلها فقام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يودع حتى وصل إلى باب المسجد فإذا باثنين يمران من عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يكلمها عند باب المسجد فأسرع في مشيهما فأسرع راجع فقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيه امشي يا على رسلكم إنما هي صفية لا تظنون إنها أمر أجنبية إنها صفية أم المؤمنين فشق ذلك عليهم على هذين الصحابيين فقال يا رسول الله أهو نظن بك ظنا يعني نظن فيك الشوء والعياذ بالله قال ما قلت ذلكم أنكما ظننتما شرا لكني علمت أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ليتمكن من إغوائه ليتمكن من إضلاله ليجري من ابن آدم لماذا يجري من مجرى الدم حتى يتمكن من إغوائه من إضلاله من مداخله مداخل السوء ويوقفه مواقف التهم حتى يساء به الظن والعياذ بالله لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجفن مواقف التهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجفن مواقف التهم فإن من وقف مواقف التهم أتهم ومن سائر المتهم يتهم كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فالآخر قال من ساير المستب استب هذا سب بين الناس معروف بفسكه وأنت تمشي معه أنت من الأخيار لكن ينسب إليك ما ينسب إليك فلهذا ينبغي خصوصا لطلبة العلم قروا قروا أستاذ أستاذ يتنبه لأفعاله يتنبه لأقواله في هناك طلبة بيقتدون بك في هناك أتباع لك في مجلس تعليمك إذا أنت ابتدأت بذرة في الشبهة هما زادوا على شبهة شبهات أخر فلهذا ينبغي اجتناب مواضع الشبهات اجتناب مجالس اللهو كمجالس القنبوس مجالس البيولة مجالس لهذا انتبه هناك في أقناس بيقتدون بك هناك في أتباع عندك مجلس تعليم في أناس فلا تخلط النساء بالرجال أنت جعلت فاصلا حبل بعدين يأتي من بعدك وناس يأبذون الحبل ويخلطون النساء بالرجال لكن اتق الشبهات ابعد النساء عن الرجال فإنم لا أحد يقرب الزيت عند الذر أو السكر عند الذر فإن الذر سيهجم على السكر فأبعد هذا وكن في حيطا من أمرك حتى لا تقع في الشبهات فإن من وقع في الشبهات وقع في الحرام فينبغي أن يتنبه طلبة العلم الذين هم يتكلمون باسم الدين يحتاطون في أقوالهم يحتاطون في أفعالهم فلا يتركون الأشياء فإن ما تجرأ العامة على الدين إلا عندما تجرأوا الخاصة تجرؤا ولو بسيطا هذا تجرأ طالب العلم تجرأ بسيط قيراط واحد تأتي العامة تنظر ذلك من هذا طالب العلم فتتجرأ على دين 24 قيراط من السبب من الذي جرأ العامة على الدين هم الخاصة الذين يترسمون بالدين فينبغي لهم حتى يصونوا دينهم وتكتلهم الحسنات ويسنوا السنن الحسنة وينفروا عن السنن السيئة حتى لا تكتب عليهم السيئات في حياتهم وبعد مماتهم فإنه إذا فعل بعد مماتهم بسنة سيئة تكتب عليهم السيئات وإنهم من الآن أسس السنن الحسنة تكتب لهم الحسنات وتضاعف لهم الحسنات في حياتهم وبعد مماتهم سيئة سيئة صفية لهم الحسنة سيئة صفية لهم الحسنة بسرحة وصفية لهم الحسنة يقطع وصفية لهم الحسنة اتبع إلى دينهم الحسنة لا تكتب عليهم الحسنة يقطع إلى دينهم حسنة diantar sampai ke pintu تiba-tiba datang dua orang sahabat jadi ketika رسول Rawat mengantarkan istrinya di pintu ada dua orang sahabat sedang berjalan melihat Rasulullah bersama seorang wanita ini istrinya Rasulullah سيئة صفية mereka tidak melihat wajahnya karena pakai penutup wajah Kemudian tiba-tiba Dua orang sahabat tadi Mereka berjalan lebih cepat Jadi asalnya berjalan normal Kemudian ketika melihat Rasulullah bersama Seorang perempuan di depan masjid Kemudian sambil berbicara Mereka berjalan agak cepat Rasulullah langsung Mengingatkan mereka Dipanggil mereka Jalannya biasa saja Tidak usah cepat gitu Kalian tahu ini Sofia ini Salah satu umatul mu'minin Sohabat dikasih Dibilangi begitu Rasulullah langsung mereka Ada apa ini Mereka tidak bermaksud apa-apa Mereka jalan cepat itu bukan karena suudan Bukan karena apa Sohabat orang-orang yang hatinya bersih Akhirnya mereka langsung Bertanya pada Rasulullah Wahai Rasulullah bagaimana mungkin Kita orang tidak punya dugaan macam-macam Kepada Anda Jadi bukan karena kami suudan Kepada Anda terus kami berjalan cepat Itu enggak Kemudian Rasulullah pun menjawab Aku juga tidak mengatakan begitu Aku tidak mengatakan kalian suudan Kepada aku Tapi aku sekedar Menasihati kalian agar waspada Kenapa? Karena setan itu Berjalan pada tubuh kita Pada tempat berjalannya darah Jadi mengikuti aliran darah kita Jadi setan masuk ke diri kita Itu mengikuti aliran darah kita Sehingga dia sangat mudah Akan menyesatkan siapapun Karena itu Aku peringatkan kalian Jadi bukan aku Maksudnya aku menuduh kalian suudan Kepada aku Enggak Cuman aku Ngasih peringatan aja Kepada kalian Agar waspada Dari Apa Upaya-upaya Penyesatan dari setan Ini salah satu Apa Contoh dari Rasulullah Ketika ada kemungkinan Orang itu suudan kepada kita Langsung dijelaskan Biar mereka tidak suudan Akhirnya mereka berdosa Gara-gara kita Dan kita diperintahkan Untuk menghindari Tempat-tempat Yang bisa menimbulkan kecurigaan Dalam sebuah hadis Dikatakan Barang siapa yang betul-betul Iman sempurna Kepada Allah Dan hari akhir Maka janganlah berada Di tempat-tempat Yang mencurigakan Kemudian Dikatakan juga Man sayarul mustar Yustar Mustar Man sayarul mustab Mustab Ayam agak man Waga'afisub Jadi Man sayarul mustab Yustab Jadi Dikatakan Siapa Yang berjalan Bersama Orang yang dicaci Orang yang melakukan Sesuatu Yang akhirnya Menyebabkan dia Dicaci oleh orang-orang Maka dia akan dicaci juga Karena itu kita hindari Bergaul dengan Orang-orang yang Apa Dipandang negatif Oleh masyarakat Karena apa Kita akan dituduh Negatif juga nanti Dan Kita akan Dicurigai Di Suudoni Termasuk orang-orang Yang melakukan Hal-hal negatif itu Akhirnya mereka berdosa Gara-gara kita Ini perlu Betul-betul Dicamkan Nasihat Rasulullah S.A.W. ini Khususnya Kata beliau tadi Beliau menekankan Secara khusus Kepada para santri Para ustad Para da'i Ini harus betul-betul Berhati-hati Di dalam mengatakan Sesuatu Atau melakukan Sesuatu Kenapa Apa yang dilakukan Oleh seorang Santri Ustad Atau da'i Ini akan Dengan sangat mudah Ditiru oleh orang lain Ditiru oleh Santri-santrinya Ditiru oleh Para pencintanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati